طب ليه أنا ماستفدش من قدرات أفراد الأسرة؟ ليه إحنا ليه دايما عندنا مفهوم إن أنا طول الوقت بصرف على ابني؟ طب ليه ابني ليه ما يجيبش دخل؟ يعني ليه معلموش حرفة معينة؟ لو حاجة بوضط في البيت يصلحها، نجارة، سباكة، هو نفسه ليه مثلا بيعرف ليه في التسوق الإلكتروني ليه بيقعد على الكمبيوتر كويس وبيعرف يتعلم برمجة أيا كان كل واحد ليه قدراته ومهاراته لازم أفراد الأسرة يشاركوا إن هم مش بس يكونوا دايما منفقين لأ يدخلوا دخلوا للأسرة ويبقوا شعارين بمسؤوليات الأسرة والاحتياج بتاعه طيب لما نيجي نحط ميزانية للشهر، نحط الميزانية بالشهر ولا بالأسبوع ولا باليوم؟ نيجي بقى عند الميزانية، الميزانية لو قلنا احنا بالشهر خلينا احنا زي ما قلت لحضرتك في ناس دخلها سابت وناس دخلها متغير خلينا نقول خلينا كلنا سواء سابت أو متغير بنحط ميزانية تقديرية شهرية والشهرية بنقسمها على أربع أسبوع، ليه؟ لأن نظرة مثلا لو حصل مني خلل في أسبوع لا هيسمع معي في الأسبوع اللي بعد، يعني جيت الأول أسبوع مثلا من الشهر صرفت المفروض أن أنا مثلا حطى ميزانية وليكن حطى ميزانية ألفين جنيه يبقى كل أسبوع خمسمائة جنيه، جيت في الأسبوع الأول صرفت 800 جنيه كده هيبقى معي أكمل ألفين ألف ومائتين جنيه أبتدي أن أنا أقسمهم على الثلاث أسبوع، يبقى أنا أخلي بالي أن أنا ربعة ومائة جنيه ده طبعا على سبيل المثال، يعني مش الربعة ومائة جنيه دي هتقضي معي لازم الأسبوع لازم يبقى عندي مرونة، ودي نقطة مهمة وواقعية طبعا ست البيت هي وزارة المالية في البيت هي اللي بتضبط المسألة وبتشوف الدنيا ماشية إزاي؟ عايز أتكلم هنا عن مسؤولية المشتركة بقى يعني الأم والمرأة والرجل كمان إزاي يحصل بينهم الحوار والتعاون والاتفاق على بنود الإنفاق في الميزانية لأنه فيه رغبات بتختلف وطلبات بتختلف والولاد عايزين حاجة معينة والأب ببقى عايز حاجة معينة إزاي بتحصل بقى حالة الحوار دي والمسألة بتتضبط عاوز أقول لحادتك إن معظم مشاكلنا أساسها مادية خنائات ده تقارير بخصة كناعية تفضلي قد تنجني وتضبري نفسك قبل ما أقول لها أضبري نفسك أفهمها إن أنا ظروفي كده وهي لازم برضو معلش ربط الأسرة عليها دور إن هي تتفهم ده وتتقبله بصدر رحم يعني هو رب الأسرة شغال مطحون طول اليوم فإحنا لازم يعني ببقى فيه جزء من رب الأسرة ورب رسالة محمد عارفنا أنك بتتعب بتسلم إيدك فلازم يبقى فيه مشاركة ولازم يعني فيه مواد ده وفيه رحمة سواء كان من رب الأسرة وربة الأسرة والأولاد أنا ما شوفش الأب مطحون معلش أنا بشوف نماذج من الأسر معلش الولادة تخرجوا قاعدين في البيت طبعا أنت قاعد في البيت ليه وقاعد الأب مطالب هو الرجل اللي طبعا فرق الأب أو الأم نحن عارفين أننا عندنا مرأة معيلة كتير جدا ونسبتها مرتفعة يعني الأمهات هي اللي بتبقى شايلة البيت نحن نتكلم على الشخص الرئيس المنفق في البيت نحن لازم أفراد الأسرة يكون عندهم شعور بالإحساس بالمسؤولية الآخر وأننا لازم أشارك لازم أننا ما عودش كتول الوقت أحمل الأب أو الأم أي أن كان المعين للأسرة أنك أنت لازم توفر لي كل احتياجاتي طب وحضرتك فين يعني إيه أنا تخرجت وقاعد في البيت يعني إيه أنت طالب أصلا قاعد في البيت فكر لازم تبقى لك مصادر داخل أنا كأبا وأم أنت أنا مسؤول عن رعايتك في أن أنا أوفر لك الاحتياجات الأساسية أي حاجة تانية أنت عاوز توفرها اشتغل